طيب تصريحات مدرب سيمبا سيمبا بعثت سيمبا زي ما قلت لحضراتكم في حالة امبارح سفرة امبارح من تنزانيا الساعة 7 وصلت بالفعل القاهرة وبدأوا التحضير والاستعداد لماطش بكرة تصريحات المسؤولين عموما في سيمبا سواء كنت بتكلم على الموديل الفني روبرتينيو أو حتى عضاء مجلس إدارة نادي سيمبا وانا كنت يمكن قبل ماطش الدار السلام في تنزانيا كنت تكلمت أو استضافنا حد من المسؤولين حد يعني عضو مجلس إدارة في فريق سيمبا التصريحات فيها ثقة متناهية يعني حتى بعد نتيجة التعادل في تنزانيا واحد دي نتيجة أول مرة بيحققها الأهلي في تنزانيا اتنين الشكل والمستوى اللي ظهر به النادي الأهلي في شوط الأول واللي وضح الفوارق الطبيعية خدوا بالكم يعني يمكن كابتن فاتحي وهو بيتكلم معي في حلقة امبارح كلمنا عنه الأهلي شوط التاني مش سيمبا هو اللي كان كويس احنا اللي كنا نحشين وده حقيقي أنا اتفعت مع كابت الفاتحي في الجزئة دي احنا اللي دينا فرصة لسيمبا انه ياخد منك أو يسحب منك زمام المباراة واللي دينا له فرصة كمان انه يسيطر ويسجل مرة واتنين ويتقدم فيه المباراة لكن الأهلي أو الفوارق بين الأهلي وسيمبا ظهرت في شوط الأول على كل مستويات بدني وتكتيكي وفني ومهاري وقل زي ما انت عايز تقول كورة الأهلي اللي تقدمت في الشوط الأول هو ده الفارق الحقيقي بين الأهلي وسيمبا ازاي تقدر تفرض شخصيتك وازاي تقدر تفرض سيطرتك هو ده هيكون السؤال اللي هيحاول كلها اللي يجاوب عليه في المباراة التلات اللي أنا بأكد مرة تانية تصريحات اللي نقلتها صحيفة سيتزن التنزانية النهاردة لروبرتينيو مدير الفني سيمبا بتقول انه الرجل عنده صخة كبيرة جدر في لعبته وقال انه مباراة ما انتهتش الجولة الاولى بس هاي اللي انتهت واحنا لعبنا كويس جدا في مباراة الزهاب وهو شايف طبعا وجد نظره انه احنا قدرنا نرجع في النتيجة نحاق النتيجة اه الاهلي على حد التعبير بيقول هو بطل قارة افريقيا وفريق كبير جدا لكن احنا قدرنا نرجع في النتيجة وقدرنا نسيطر على المباراة بل وان احنا تقدمنا على فريق النادي الاهلي ولولا الاخطاء الدفاعية كنا خرجنا بالمباراة بنتيجة الفوز وبالتالي اللي عملناه في الشوط التاني من مواجهة دار السلام نقدر جدا جدا نكرره في القاهرة وهو واثق زي ما بيقول يعني في تصريحاته هو واثق من قدرة لعيبته على العودة في مباراة القاهرة فبالتالي حالة الشحن والروح المعنوية وكورة سين بتقولك انه ماتش التلات مش هيكون نزهة على الاطلاق هتكون مباراة صعبة ويمكن تكون اصعب من مباراة دار السلام الاهم بالنسبة لي انه الاهل يسجل اول سيناريو انه الاهل يستقبل اول دي حاجة ما تمنيهاش وبتحطنا دايما في خانة بتخلي كورتنا مش هي بتخلي مستوىنا مستوى تركيز اللعيبة حالة التصارع اللي بتحصل فاتمنى ان شاء الله انه تسجيل الاهل هدف مبكر يفك تلاصم المباراة دي من اولها لاخرها